ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبضة على رئيس حي الدقي وصاحب شركة مقاولات وأحد الوسطاء وذلك بعد الطلب وتقاضي رئيس الحي مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالك العقار مقابل تقاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار التي تستوجب إزالتها ويعرض جميع المتهمين على النيابة العامة والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات